اهلا بكم في فيديو جديد ومعيكم نوه من شركة ايفون والنهاردة معادنا مع السكين كير ومن اهم معناصر السكين كير الماسك جمعتلكو كده حبة الماسكات اللي عندي اللي استخدمتها من ايفون ومازلت لسه بستخدمها بس بستخدم كل واحد في وقته محدد في مجموعة انا عملت عنهم قبل كده بس النهاردة هعمل لكم مراجعة سريعة كده وهقسمه لكم ايه اللي بيفتح ويه اللي بيرطب وهنزبط الدنيا كلها اللي عايز يروح يتفرج على الريفيو المفصل عنهم هسيب لكم اللينك تحت فيه سندوق الوصف قبل نتدي الريفيو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يلا بينا نبدأ الريفيو معينا النهاردة من اللايم تاع ايفون كير الفيس ماسك اللي بموية الورد وزبطة الشياء وهو بيرطب ومعينا اللي بالابوكاتو برضو من ايفون كير وهو برضو بيرطب بس ترتيب اعلى شوية ومعينا اللي بالالوفيرا والخيار بسبار والخيار وهو بيلقف وبينضف البشرة يعني كويس جدا ده تسعين ملي وده خمسة وسبعين ملي وده برضو تسعين ملي بيعودو حبة كتير يعني الاتنين دول قاعدين ويعني بستخدمهم كتير ومع ذلك لسه فيهم وكذلك معينا برضو المسكات بتاعت كليرسكن اللي هي الخاصة بالبشرة الدهنية معينا دوت اللي هو بمستخلصات الكاموميل اللي هو بينضف البشرة بعمقه وهو من جوة لونه ازرق وبيتحول لما بينشف للون الابيض وبرضو انا كنت عاملالكم عنه ريفيو فعلا بينضف البشرة وبينقيها وبيفتحها رهيب 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 ومعينا برضو بتاع البشرة الدهنية بقى الناس اللي عندها حبوب وبشرتها بتزايد بشكل قوي ده بيجيب من الاخر يعني اللي هو بمستخلصات البندق وزهرة الاوكليبيتس المسك اللي هو الطيني فاضيع 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 يعني هو مكتوب عليه يسيطر على اللمعين اللي في البشرة رهيب 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 في ناس نسميه المسك بتاع المعين ده ناشا مكتوب عليه بلاك مينيرال ماسك فاضيع فاضيع بجد رهيب جدا انصح بي ده خمسة وسبعين ملي وده برضو خمسة وسبعين ملي المسكس دول يخصوا البشرة الدهنية على وجه الاخص دول يخصوا البشرة الجفة على وجه الاخص ده مناسب لكل انواع البشرة ونيجي بقى معنا برضو هنا البيل اوف اللي هو بالفحم الكوري وانا كنت تكلمتكم عنه هو اصلا قرب يخلص انا حسا مش واو بيقف عادي جدا يمكن بتاع الخيار افضل منه وارخص منه نيجي بقى لنجمين الحلقة الجداد نطلع ده كده فوق ونيجي بقى لنجمين الحلقة الجداد المسك بتاع اللي هو بالذهب والمسك بتاع ايفون بلانت سبا اللي هو بالكركم وحليب جوز الهند اللي اتنين دول اختراع 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 نبتدي بدوت اولا ريحته وكركم ريحته عامل زي جلسات الحاجات اللي بيحطوها في جلسات الاسترخاء والمساج كده ريحته وكركم على حبة زيود كده وتوابل بس ريحته ما تخصناش في شيء يعني الناس اللي بيفرق معها الريحة دي ريحته هو حجمه خمسين ملي ولكن رغم ان هو صغير انها ما حابة منه ومقولهم رهيب يعني كركم معروف بفايده ممتازة للبشرة وانه هو بينقيها حاجة ممتازة يعني انا استخدمته من اول مرة استخدمته مبهرت انا استخدمته كذا مرة قبل ما عملوكوا عنه ريفيو حتى هو باين اهو يعني مضغوط ضغطة جامدة رغم ان انا لسه جايبها من قريب بس انا ما بحبش اطلع اتكلم عن حاجة غير لما كنا استخدمتها كذا مرة مش من اول استخدام كده اللي لاحظته بعد استخدامه هو مكتوب انه هو لطيف على البشرة وبيعيد توازنها اه اولا بينقي البشرة جدا بينعم البشرة جدا بيفتح تفتيح بسيط الاتنين دول بتلاحظي فيهم تفتيح بعد ما تستخدمي الماسك تلاقي تفتيح كده البشرة افتح الدرجة اه دول بيخليها تفتح درجتين تلاتة ده التفتيح بيبقى فيه ملحوظ جدا اه بالنسبيلي هو حاجة جميلة جدا ولكن هو بيبه الوحيد ان هو خمسين مليا ولكن هو حبة منه صغيرين بتغطي الوش وبيشتغل وبمجرد ما بتقعديه المدة اللي مكتوبة عليه هو مكتوب ان انت بتحطيه من خمس لعشر دقيق هو فعلا من خمس لعشر دقيق بيكون نشف وبيكون قام بدوره ممكن اللي حبيب بيستفيد منه اكتر يسيبه خمستاشر دقيقة اه مفيش مشكلة اول ما ينشف نخسله من مية دافية ونخسله ونبعد طبعا عن منطقة العينين عشان ما يحرق العينيش عينينا اه اللي عايز يجربه انصحه يجربه ممتاز وتأثيره بيبقى من اول المرة بيبان تأثيره رائع يعني بجد رائع واصلا مجموعات اه ايفون بلانت اسباه معروفة ان هي منتجاتها اه ممتازة والايمتاحها عالي انا دوت الوحيد اللي مش ما عجبنيش ما بهرنيش يعني حسته بيلقوف عادي ولكن دوت ممتاز 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 وكنت عايزة اجيبلكو التالت ونعمل مجموع كلها بتاعت ايفون بلانت اسباه بس للأسف اللي هو بالعود والدهب للأسف ما نزلش معينا نزل في البروشور لكن ما نزلش على السيستم بتاع الشركة ما حدش قدر يجيبه ولكن باذن الله لما ينزل في حملات تانية اكيد هيظهر معينا في حملات تانية هجيبه برضو وعمل لكو عنه الريفيو نيجي بقى لاخر حاجة معينا في الفيديو النهاردة وختاموه الماسك دوت من اه الماسك دوت يعني هو بيل اوف عادي جدا جدا وبينظف الوش وبينشيله برضو من تحت الفوق زي اي بيل اوف لكن دوت بقى بيسيب وشك كده في جلو يعني الدهب اللي فيه طبعا هو من جوه لونه دهبي اهو زي اهو شكل اهو بتوزعيه على بشرتك وتستني اه اما ينشف خالص وتبتدي تشيل ماسك كده من من الدقن بعد كده الخدود بعد كده اللي جابها هتلاحظي ان بشرتك اتشدت ونطفت لان البيل اوف بياخد كل الاوساخ اللي في البشرة بالاضافة بقى هتلاقي حبة نضارة كده يعني فانا بقول لكم هو معمول اصلا للناس اللي سنها كبيرة عشان بشرتها تستعيد رونتها وشبابها فاحنا لو استخدمناه واحنا سننا صغير فبلاش نستخدمه كتير انا عن نفسي باستخدمه في لما يكون في مناسبة وشي مجهد قوي ومحتاجة ان انا استرد الحاوية والنظارة اللي فيه ويكون كده جلوي وبيلمع ساعتها باستخدمه فانا شايلان المهم الصعبة والمناسبات المهمة اه هو خمسة وسبعين ملي وهو برضو نزل معانا في مجلة الاعضاء بسعر طحفة الحملة دي وبردو دو هتنزل معانا في العروض بسعر جميل جدا وتقدري كمان لو اشتريتي اه مجموعة من المنتجات بقيمة خمسمية جنيه هتقدري تاخدي اه كرت الهدايا اللي هيعملك تخفيض في الحملة الجاية زي ما شرحت لكم كده في بروشور حملة اتناشر كده جمعت لكم كل المسكات وعملت لكم ريفيو سريع اللينك بتاع اه المسكات بتاعت كليرسكن هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف عشان لو عايزين تعرفوا الريفيو اه كامل مكمل وكزلك برضو الحاجات بتاعت ايفون كير وكزلك برضو المسك دوت من ايفون بلانت اسباء اللي بالفحم الكوري كل الحاجات دي اتكلمت عنها باستفادة ولكن احنا نجمين الفيديو بتاعنا النهاردة هم المسكين دول حبيت افتكوا لانهم نزلين معنا الحملة دي فالحابب يلحقهم يكلمني على الرقم الموجود اعلى الشاشة عشان يعمل العضوية ويستفيد بهم ويستفيد بالعروض والخصومات والهدايا واقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية واللي مش حابب يعملوا العضوية هيلاقي اللينك بتاع الجروب بتاعي في صندوق الوصف واسمه حيخش على الجروب ويطلبهم مني وبرضه هيوصلولو لحد البيت بسعر شحن جميل ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب واشوفكو في رفيوهات حلوة وفيديوهات احلى على خير باي باي